الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تدقي على قبر زوجها هي لا تعرفه الصحابة مشين معا وكان لا يميز نفسه فقال يا امت الله اصبري واحتسبي اصبري في اخراس مات مات الله ارحمه قالت اليك عني عمت مالك بي وبيك لو اصفت بمصيبتي لجزعت اكثر مني يا الله يعني انت عن مصيبتي كبيرة ده زوج سبحان الله ايما كانت الزوجات يحبوا ازواج زيزوجتك كده الله اكبر عليها سبحان الله تتمنى ترجع بالسرعة عشان تديك الطلبات المهم يعني سبحان الله فسبحان الله لو اصبت بمصيبتي قال الله خلاص الرسول لم يلح لان انت احيانا الله يرضى عنك لما تجد اللي قدامك اعطاك اذنه عليك ان تنصحه وان لم يعطيك اذنه فلا تعلم الحكمة لغير اهلها فتظلمها ازاي يعني ما تلاقي اللي قدامك بيجادل وبيناكف وبيحاور لا تتكلم اسكت ترك الجدل وهو له محق اسكت اسمت ليه لان الحكمة غالية فرسول له الحرمان لا لا تطيعه فتركها وحزنها فقالوا لا تدرين من هذا قدت لا والله لا اعرفه هذا رسول الله فركضت خلفه اصبر واحتسب يا رسول الله قال لا انما الصبر عند الصدمة الاولى كان من الوجب ايه من الاول يشل استاني لما اقول لك ثواب الصبرة عمزة الشباب اولادنا يا ابن يا حبيبي هتوفرد ان شاء الله يقول الزايع اقول يا ولدي ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجة انا جيت لك او جد المخرج وانا اتق الله ازاي ابن وما فين الامان